موسيقى السلام عليكم ورحمة الله شوانكم ان شاء الله زينين وياكم رضا حسن في هذا الفيديو رح نحكي عن طريقة تصميم ووظهر المشروع من الصفر حد النهاية الفيديو طويل ساعة واكثر لها السبب الفيديو مقسم الى الزاء وكل جزء تقدون تشوفو من وصف الفيديو مثلا اللايتنج الماتيرير المودلينج كل هذه الزاء موجودة في وصف الفيديو وهمات الملفات العمل مثل فعالات الأوتوكاد والماتيريول واللضاءة الـ HDRI ستجدوها همات برابط ووصف الفيديو ستقدون تحملوها وتطبقونا الشرح هو ليس للمبتدين لا نشرح مثلا الأساسيات المفروض تكونوا تعرفوها هذا مجرد هو مجرد هو للعملية الكاملة مثلا الشحن تستعمل باللايت بالإضاءة والماتيرير وهذه الأشياء بالنسبة للبرامج اللي نشتور عليه فهي الأوتوكاد والماكس والفي راي مم مهم اين نسخة تستخدم من الأوتوكاد أو الماكس لكن اللي يفضل انه الفي راي يكون الاصدار الأخير في راي نيكست واني بهذا الفيديو رح نشتور على في راي نيكست جيبيو أما بالنسبة للبلغينات فرح نشتور باستخدام فورست بارك على مدى نسوي الانفيرومنت أوكي بدون أي تأخير خلني بدي بالشرح أوكي نسا بعد المقدمة رح نحجي نحكي على المشروع المرحلة الأولى هي أنه أفكار وأمثل ومشابه للمشروع اللي تيد الصممة أما تكون عندك مشروع محددة تيد الصممة أو تيد تشوف أفكار بصورة عامة شنو هي أحسن مواقع المصادر اللي تعتمدها راح نجي نسا نشوفها واحدة واحدة عدنا أول شي موقع جوجل طبعا جوجل كنا نعرفه وكنا نستعمله جوجل اميج رح ينطيك مثلا إذا عندك صورة معينة أو ما شو معينة تبحث عنها تقدر تسحبها للجوجل اميج وتشوف مثلا أما صورة نفسها تحصل عليها برزيوشن عليه أو تشوف صور مشابه للصور اللي انت عندك تقدر تأخذ مني أفكار بس طبعا هاي ما رح تطيك أخوائي خيارات ما رح تطيك نتيجة زينة على المدهار رح نعتمد على غير مواقع غير جوجل تحصل من عندها أفكار طبعا أول موقع انستغرام انستغرام كنا نستعمله و أغلبنا أكيد نتابع هواي البيجات فيه فهاي واحدة من المصادر انه انت تتابع هواي صفحات و رح تشوف هواي أفكار يومية و طبعا هتسايف الافكار اللي تعجبك فمن تجيدي تصمم رح تسترجع كل هاي الافكار تتابع مثلا صفحات مثلا عدك عدك كل هاي تطيق أفكار بس هاي ما رح تساعدك تبحث عن مشروع محدد بس تطيق بس مجرد فكرة عامة عن الأشكال نفس الشي خوش خوش بيج زي نجي الساعة للموقع الثاني بنترست بنترست هو أكثر موقع يعني هتتحصلون بأفكار وأكثر موقع رح يساعدكم بناحية تحصلون أما أفكار عامة أو تحصلون على يعني مشروع مشروع محدد الدور عليه الحلو ببنترست انه انه انت من تختار أي مشروع أو أي صورة رح ينطيك شك ومثال مشابه أو شك وصورة متعلقة بالمشروع اللي يدد الدور عليه وهذا سيسهل لك الكثير من الساعة هما تحصلون لك الكثير من الأفكار عن نفس المشروع اللي يددو عليه أو عن نفس المثال كيف نحن نسايف الصور من عدة؟ طبعا تقدر تدو سايتك لك تطيق سايف هذه بس نحن نشوف طريق أحسن حتى نجمع بها كل الصور من كل المواقع يعني أحسن مما أنه تسايفها بهذا عندك الموقع اللي ورايه هو بيهانس بيهانس هو موقع انت تسوي على بروفايل ترفع عمالك بيه ويعني موقع شون السوشال ميديا لفيسبوك بس هذا مخصص بس للأعمال اللي انت عندك تقدر تبحث عنه تروح على السيرتش وتبحث عن مشروع أي شيء تريد عندك أي مستشفى بيت أي شيء تريد الدور عليه أو تقدر تسوي بحث عام عن أي مشروع طبعا أنا نصحكم استعمل بروفايل بيهانس هذا بروفايل بيهانس حاطب المشاريع بيهانس وطبعا شون الميزة بيهانس أنت عندك كذا تقدم على جوب أو أي شغل تقدم عليه فمجرد تختار أي شغل وتقدم عليه وهو يعقبر هذا بروفايل ماتك وهو يدي زراسا للشركة التي تقدم عليه اليوم نحن نحكي عن المشروع اللي نحن نسويه نفس هذا المشروع تقريبا أنا مشتغل قبل ثلاث سنوات يعني نفس البيئة أقصد مو نفس المشروع نفس البيئة اللي يعني وخضار دائر ما دائرة وهذه الأشياء تكسرات الكتلة فخنشوف هنشوف شو راح يطلع عندنا وراء ما نبدأ بمحاية الاسكيتش وراء ما نسويه موديلين وشون حيطلع يصير شكهن بس كفكرة عامة فتشي قريب من هالمشروع الموقع اللي وراء أرتستيشن أرتستيشن يشبه بيهانس نفس الفكرة هو موقع هم نسوي على بوفايل وتنشر بي شغلك بس راح أرتستيشن متخصص أكثر بالشغل الفني يعني الكونسبت آرت السكيتشيز أكثر مما هو مودرنج ورندر معماري الرندر معماري بصورة عامة بيهانس أحسن هتلقى بي أشياء أحسن بس بالأرتستيشن هتلقى أفكار أكثر أفكار فنية أكثر مما هي معمارية الموقع اللي وراء 500 بيكس موقع مع المصاورين زين نحن ليش نبع موقع مع المصاورين شين راح يفيدني يفيدك أنت تأخذ اللقطات المعمارية أو الزوايا التصوير الاحترافية شون المصاورين المحترفين يأخذون اللقطة مع المبنى أو أي شيء طبعا المهم أنه أنت تشوف تطلع هوا على مواضيع التصوير الفوتوغرافي وغيرها لأنه ستطيك كثير أفكار شون أنت تصور أو شون تأخذ اللقطة شون تخلي كاميرا بالماكس نفسي فتابع هواي مواقع هذا أحسن مواقع يعني أكبر مواقع للفوتوغرافي 500 بيكس وهو هواي مواقع ثانيين بس كلها نفسي الفكرة أنه هتا ستأخذ من عدها أفكار للتصوير زين كل هاي المواقع اللي حتينا شون نحن نقدر نجمع الصور مالتها ننزل برنامج اسمه Pure Reference تشوفون الآن مجرد توح على المواقع ونسأوله Download برنامج صغير وبسيط بس شنو الميزتي رح ينطيك أنه Convins Infinity يعني في Page Infinity انت تقدر تجيب كل الصور من المواقع تجيبها وتخليها بيه أحسن ما أنه تخلي فوردر وتتجمع كل الصورة تريد تمسحها لأهلا مجرد هتخلي بيه الصور اللي انت تريده كل سهل استعماله تشوفه مثلا بالإستغرام ومجرد هتاخذ الصورة تسحبها وتخليها على ال Convins خلاص هاي تسايفت بيه تاخذ غير صورة ثانية تخليها بسهولة تاخذ صور مثلا غير مواقع انستغرام بيهانس الستيشن كلها بنفس الطريقة بها السهولة تجمعها بملف واحد وتقدر تزوم وتبعد تزغب براحتك يعني طبعا إذا عندك شاشة ثانية حيكون أفضل يعني هتخلي هذا الرفرنس كلها بشاشة وحدة بشاشة ثانية تشوف عليها وتشتغل على الشاشة الأولى هوايا حيسهلك من ناحية الشغل زين تقعد بعدي الساحنا تاخذ الصور اللي انت تشوفها قريبا المشروع التي تشتغلها وتخليها بالCanvass نفسه يعني مثلا هنا داخلي صور عشوائي هساني اي صورة داري تشوفها قريبا من الشي اللي عادة أساوي فهذا اجيبها واخلي مثلا هنا داخلي الصور مع المشروع المشتغلة حتى لا أساوي نفسها تشوفه ومو أساوي مثله طبعا ساوي شي مختلف عنه زين طبعا تقدر تمسح الصور من تخليها على فترة تقدر تسايفها عادي تسايفها كملف اعتيادي ساري تسايفها كملف نضطي save as وتسايفها بالمكان اللي انت تساويها في ملف جديد مثلا وتخلي بي كل الملفات المتعلقة ومشروع دا تشتغله طبعا عادي نسايف تاني الملف وترجع تفتحها بصورة طبيعية ملف اعتيادي مرتب أكثر أكثر من أحسن من فكرة إنه ساوي فوردر وتخلي بي كل الصور والرزولوشن تعبار مثلا انستغرام ما تقدر تسايف مني إلا ساوي من ساكرين هنا سيسهل لك هواية هواية أمور زين حتى اختصر عليك من الوقت اني مسبقا مسوي الملف ومخلي بي كل الصور لي استفاد منها من المشروع مثلا ادنا هاي الصورة استفاد من environment نفس الشون عندنا مشروع متدرج على النهار الصورة هاي نفس الشي شون تدرج وشون طالع عندنا كتلة بارزة كانت ليفر بيها هنا مثلا الكتلة مكسورة مو عادلة مثل الصور السابقة هنا الكتلة البارزة شون متعاملوا وياها حاطل تعامات اسناد وهل اشياء عندنا مثلا هذا المشروع الكتلة مائلة بي فمطيع اي حاق مختلف عمال لو كانت الكتلة الوسطية عادلة فتبدأ انت تشوف كل هاي الصور كلها حتى تطريك افكار هنا مثلا هاي الصور التكسرات اللي صارت عندنا بالكتلة نفسة كل ما اشوف صور اكثر تجيك افكار اكثر تساعدك بموحات الـ sketch او بموحات الـ 3D هنا مثلا هاي الصورة الكتلة مالي علاقة بشي بي نشتغلها بس الـ environment اللي مشتغلها المجاورات حنستفاد منها هذا المشروع مثلا الماتيريا المستخدمة على الكتل نقدر نستفاد بالنياو حتى الـ environment اللي مساويه كغيوم وغيرشي هنا مثلا الـ cant liver شون متعاملوا هنا مثلا الـ sketchات شون على مستوى السايت شون متعاملوا كلها تطريك افكار كل ما اشوف صور اكثر قريبة كل ما حد يجيك افكار اكثر يعني صور عندك محات الـ sketch حتصر عندك هواية هواية اسهل يعني حتصر عندك افكار هواية وديشوف مثلا شون اللي يطلع حلو وشون اللي يطلع مو حلو عندك بالـ sketch او بالـ 3D زين هسه راح يجي واحد يقول لي احنا شو دا نسوي هاي السرقة احنا مجرد دا نشوف صور راح نجي نلزقها بالـ 3D وهاي طلع تصميم احنا المفروض نبني من الصفر واناوصل نسوي شي جديد ممسوي احد قبلنا هاي الفكرة يعني انا شوفها غلط والاسف بالجامعة كان هواية علمون انه انه لازم نسوي شي كريتف شي محد نسوي قبلك انا ورا ما تخرجت بديت اقراه هواية كتب معمارية وهالكتب فعدتني يعني غيرت هواية افكار عندي بالجامعة كانت عندي هاي الفكرة انه لازم ان ابدأ من الصفر اصوي شي زديد بس هسه دا اشوف لا انه العمارة حالة حال كل الفنون انت لازم نشوف اه يعني اي فن او اي علم اكو في دراسات قبلك مسوي فانتوا شوفوا الناس حدوان واصلين تجي تكمل على هالشي يعني تسوي الاستمرار يمو انه وتبدأ من الصفر لان اذا بدأت من الصفر هتوصل النتيجة نفس الشي اللي قبلك مسويه من الكتب اللي ساعدتني بهذا المفهوم هو كتاب still like an artist طبعا العنوان هو شوية صادم او منفض للنظر بس هو من تقرار كتاب هتفتهم فكرة الكاتب بشين معنات still like an artist حي فهمك الفرق بين السرقة وبين انت كفنان او كارتست يعني شون حت عمليتي الاستلهام فرق بين السرقة والاستلهام السرقة هتاخذ عمل واحد وتستوي لكوبست الاستلهام تشوف اكثر من عمل وتستاخذ منه الكاتب طبعا عنده هواية كتب كلش حلوة مثلا keep going اخير كتابه سوا وكتاب الكتاب الثاني اسمه show your work طبعا انت هذان كتب تقدر تحصل اما تشتري من امازون على شكل نسخة مطبوعة يعني او تقدر تحصل على شكل نسخة الكتونية من تقراء على الجهاز مع الكندل انا عندي نسخة المطبوعة يعني بس حاليا سادة افضل نسخة الالكتونية اكثر انا مجد استفر هالاشياء اللي ما يعرف كندل شنه هو كندل يخطيف عن التابلت كندل جهاز مخصص بس للقراءة خاص بامازون هتحصل به طبعا كتب اسعار ارخص من المطبوعة وهو به هواي مميزة يعني وسموه حبر الكتونية كلش مريح للعين وانصحكم يعني اذا حيفيده كواي اذا اخدته حيفيده كواي اذا انت تحب القراءة يعني حيفيده كواي اذا ما تحبت القراءة تقدر تشوف فيديوهات عن الكتاب اللي تيدي شوفهم فيديوهات هتشوف ملخصة مثلا عندنا عن هذا الكتاب ستيل لك ان ارتست حتى تقدر تشوف باليوتيوب الكاتب نفسه دا يشرح الفكرة العامة مع الكتاب يعني انصح فلازم اما تقر الكتاب او تشوف فيديوهات حتى تفهم شنو الفكرة من الموضوع اي كتاب يعني اي كتاب معمارة بصرع عامة وفضل انو تطلع عليه تشوفوا الافكار الموجودة بيو تستفد منها بالمرحلة التصميم زين هسا نجي راح نجي على مرحلة السكيتش مرحلة السكيتش زين هسا هاي المرحلة هتصير عليك اسهل بهواية لان انت شفيت هواية الصور وصارت عندك فكرة عامة عن المشروع والكتل اللي تتسويها فرح تبدي تشتغل بالسكيتش هنا انا انا هستخدم التابلت بس انت استخدم طيقة تفضلها واقع قلم يعني سكيتش تحبية رصاص اي شي انت تريد اي شي اسهلك مجرد تسوي فكرة اولية للكتل اللي تتسويها تبدي يعني طبعا تبدي السايت او تبدي واجهة مو مشكلة بس يعني تبدي بشي اولي نحن يعني حبدي اسكيتش كتل اللي اريدها يعني مفود بشي يعني تبدي اي اي كتلة تتسويها كتل الاساسي يعني ماكو دعالة تسوي الكتلة نهائي لا يعني انت تبدي اي فكرة تجيك تسويها وابدي اشتغر عليها بالنسبة اللي اريد هاي الفايل مع الفوتوشوب بيه البرشات و بيه هاي الخلفية يعني حتلقوها كل الاشياء حتلقوها ببوسه الفيديو برعبطة حخلي كل فايل مع المشروع هنا بديه ثاني دعا اشتغل عليك يعني ابدأ كتلة بسيطة سكيتش بسيط بعدين ابدأ اغير عليها اشوف شنو يسرح الاشيال مثلا مايعجبني اكدر تقدر تمسها بسرعة يعني هاي يعني بها البساطة بعدين تسوي ليار جديد اسوي الخطوط الاساسي على الكتلة اللي اريدها تبقى والكتلة اللي يعني دعا نشوفها ممكن يعني ما تحتاجها تقدر تمسها بسرعة حلو بالسكيتش يعني بالفوتوشوب او بالتابليت انه تقدر تسوي تركب ديني السكيتشات السواتين زين حتى نخص على كل وقت احراويكم السكيتش النهائي اللي بصدت له يعني فتش بسيط عم بس عمود حتى ما يطاول عندنا الفيديو وكلي شوية هو اصلا ما يصير فوق الساعة بدال ايشي فكتلتين صغار يعني شي بسيط ما بيتفاصيل بس طبعا انت كل ما تطاول اكثر بالوقت كل ما هتوصل نتيجة احسن كل ما تطيل سكيتش وقت اكثر كل ما اشكال سيعدك احسن وبيها تفاصيل اكثر وارتب يعني من الناحية لان حتظل يتعدل يعني وما التصميم عملية ما تخلص جد ما تظل يتعدل انت حيطور التصميم اياك احسن زينة بعد ما خلصت تلك السكيتش سايفه عادي على شكل جي بي جي او انت اذا مساوي سكيتش في ال E طبق لصورة واما تسايف سايف كصورة يعني حتى نوديلي الكاد حتى ندماحة ال AutoCAD تشتر انت بعد تجيبها لل AutoCAD وترسم عليه كخطوط منها طبعا بال AutoCAD الماحة شون تساوي خطوطها يعني هاي اشياء اساسية اعتقد اي واحدين تقدر بسهولة لما تعرف شون تشتروا بال AutoCAD تقدر شوف اي فيديو يوتيوب يعني هي يقول لك شون تستخدم الاساسيات من البرنامج يعني الخطوط وهذه الاشياء زين بهاي الماحة يعني من نجيب الصورة بشي بسيط بس تجي ترسم عليه خطوط سريعة ماكو داعات سريع يعني كلش مربوط برسموها هسا بس تساوي يعني رفو سكيتش سكيتش اولي للمشروع تشوفون يعني من داعات سيم داعات اخذ يعني محور يعني الخطوط كلها تنبع من مركز واحد او من محور واحد حتى صير الرسم عندك الزوايط صير منتظم اكثر الشكل شوي صير بين معتدل اكثر يعني حسا هاي بعد ما وصلنا بعد ما كملت الرسم بال AutoCAD وصلنا لها النتيجة يعني طفتان تفاصيل هما تلاندسكيب و الاشياء بسيطة يعني فوق الاسكيتش الاول يعني طفنا هالاشياء زين بس تجي مرحلة التحليل انت تتبع على اللي اشتغلتها بال AutoCAD حتيجي تحلل الشكل اللي سواته بنقاط ضعوف يعني شون يحتاجت عند الالية هنا مثلا نسوي دائرة عن المنطقة شون تقدر تقوي هاي ترجع على المراكز قلنا عليها حتى تبدأ ترسم منها مثلا هنا مثلا نسوي المركز اللي احين بع من عندك كل الخطوط هنا تسوي بصورة اوضح وتبدي تتحرك بالكتل يعني حتى تتغير العلاقات ما تتراكبين بصورة تصير يعني احسن يعني مكان بمشاكل تحله يعني وفضلا انت عندك يصير مثلا مركز رئيسي من الخطوط بعدين مركز ثانوي الخطوط الثانوي بيه ومركز مثلا حيث اضافي اذا عندك خطوط باللاندسكيب تسوي هاي هاي الشي حيساعدك هواية بالتعديل على الشكل بتكويني الاشكال ويطلع عندك الشكل هواية منتظم اكثر يعني انت ايش هنقول ايش الشكل تخليه هو حيساوي شبكة خاصة بيه فانت شون حتقدر الداخل لاني شبكة تبينها وتنطلع عيني عندها شكل كل ما تقدر الداخلها بصورة احسن او علاقات احسن كل ما يطلع عندك الشكل منتظم اكثر زين هاي النتيجة اللي بصلت لها بعد ما سوى التعديل يعني شي بسير احسن من الاسكالي كان قبلي يعني هنا حتى علاقات فانه منتظم اكثر ويبدين بينا عندنا هسا الكتلة الرئيسية والكتلة الثانية واللاند اسكيب بينا عندنا خطوط كله ورما تخلص انت مجرد سلكه سايفه سوى فايل جديد وسايفه سوى كوبي بيست للفايل الجديد للأوتاكار وسايف فايل الأوتاكار هنا مثلا تقدر انت حسب طبعا انت العدد تشترى على أوتاكار مثلا 2020 مارس عندك 2018 فلازم سايفه نسخة اصدار اقدم حتى ينفتح عندك بالماكس خلص السحنة ورما سايفنا راح نيجي على الماكس ونسوي الى import ملف في الأوتاكار حتى نبدى نشتر عليه اوكي هسا راح نبدى بالماكس اكو كم شغلة نسويها بالماكس نغير بالإعدادات مالته قبل ما نجيب الأوتاكار نبدى نشتر عليه لدينا أول شغلة السكير سكير للرسم فنوح على Customize يونت Setup نغير يونت Setup نغيرها للمتر ونختار المتر كوحدة أساسية نشتر عليه نفعلين على System Unit ونغيرها هو الدفولت نغيرها للسنتيمتر إذا عندك مشروع حرارة تغيرها للمتر وإذا عندك Product Design مشروع صغير تسوي مليمتر على مدة دقة بالقياسات السنتيمتر هو الدفولت ما لأغلب المشاريع فنخليه بالسنتيمتر شعرة الثانية عندنا Shortcut المختصارات ما الماكس طبعا تختار التحتاجة أكثر أنا حغير ال Space لما تعودين إحلا بالكالب ندوس ال Space بالماكس ندوس ال Space حصير Lock هغير ال Space نسويها لل Maximize Viewport اللي إذا تسوينا عندنا بدأ ما ندوس Alt و W تغير بال Viewport حندوس ال Space أسرع عندنا بالانتقال شون حنغيرها ننوح على Customize Custom User Interface وندور على Maximize بالSearch ندوس M يعني بالكيبورد Maximize Viewport تختاره توح على ال Hotkey دوس ال Space وتطيق Assign باقي الحالة يعني حينخذها عندك Shortcut مع Maximize Viewport زين هسا هنجيب الرسم مع AutoCard نروح على Import ونختار ملف في AutoCard نطيق Import عادي أهم شيء عندنا ننتبهي لل Scale ونحاوله إلى المتلز اللي إحنا نحاولنا بالمتلز والبداية ونشتراح نشتراح على المتلز وننوح من Top View هنختار الرسم مع AutoCard نحتاج نوديه لل 00 حتى نجنب أين شاكل عندنا بالرسم فنختار ننوح على Higher Key ونختار Center to Object بعدا ننوح على Move وندوس ونصفر كل قيمة X و Y و Z وبهالشكلة هيصر عندنا رسم ونصار صار على 00 زين بعدا ما نحتاج خلنا نتأكد من سكير عندنا أجل صح لو لا هنرجع لل AutoCard نشوف قياس أي ضلع معلوم عندنا مثلا هذا الخط اللي شفنا 45.7 هنروح نرجع لل Max نتأكد هنروح على أداة Tape هنلقاه هنا بالأدوات مع القياسات Tape ونفعل Snap ندوس S ونتفعلها نشوف الخط عندك زقاط طولة هنا أطلع عندنا 45.7 فعندنا قياساتنا مضبوطة زين ما نحتاج نحتاج نسوي Freeze للشكل نختار Right Click ونضطي Freeze Selected زين نحن نريد نشتغل Snap عليه بال Line بس بالحالة الأتيادية ما راح ياخد Snap على الأشكال فنحتاج نروح على Optionات Right Click ونروح على Options ونختار Snap Snap from Freezes in Object فراح ياخد لسا على الأشكال اللي صايرة Freeze بعدها مجرد نختار Line وبالSnap نشتغل على الأشكال كلها نكمل زين يعني شغل اعتياري مجرد نتكمل الرسم على الأشكال نفسها وعلى خلص الأشكال وسنشوف شنو الخطوة اوكي هسا نحن نحكي على مرحلة المودلنج بعد ما سونا الخطوط الأساسية من AutoCard راح نيجي هسا نخلي مجرد اعدادات ابتيادة يعني نخلي V-ray فسكال كاميرا ما نحن نغير على الإعدادات على مودة شنو نختار الزاوية مع اللقطة بالبداية حتى نبدأ نشتغل المودلنج على أساسها مجرد احخليها من Top View من السايت خلي مكانها ومواحد من نخلي للV-ray فسكال كاميرا نشوف ونبدأ نحرك بها على أساسها الزين هسا نحتاج نسوي نبعد نختار الخطوط ونروح على Extrude ونبطي Modifier زين عندنا خطوط وهذه الخطوط ونروح على قائمة Modifiers وندور على Extrude ونشار هالأشياء مجرد تضيفها مجرد تختارها من القائمة والModifiers بتسحبها وتخليها على المكانات الفارقة طبعاً انت تقدر تخلي بس يعني من ناحية 22-22 Modifiers كل شيء كافي نادر ما تحتاج غيرهم بذلك الوقت ونحن على قائمة طويلة ونشوفونا بعد ما انت خلصت لك قائمة خاصة بك ستدوس وخلص ستدوس على القائمة ودوس Show Show buttons وراح تشوف كل الموديفارات اللي سواتين انت صارت موجودات يعني ما تحتاجة بعد تدور القائمة ودور على Extrude وإذن الأشياء زين هس نجي بس نكمل بصورة سريعة على المودلينج يعني ما كفرد شيء مميز مجرد الخطوط التي تستمناها نحن ده أساوي الهين Extrude وده أكمل زين بالنسبة للEnvironment مجرد سوات قسمته واجيت بعد على واحد من الحواف ما تنزلته حتى يصير عدي لسلوب مثلا لسلوب حصلة من عدي يعني التقسيمات والتعديلات كلها من خلال Edit Poly طفتها للشكل وأظلت أعدل عليه زين بالنسبة للFysical Camera راح نجي نحكي عنها عشانو عدنا الأشياء الأساسية بها عدنا اللي واحد يتحكمني بالمنظور نفسه النقاط التبعد من المنظور طبعا لازم شوية يعدك سر خلفية بالتصوير الفوتوغرافي يعني شنو معنات الفوكل لينث من تغيريش تأثير العدسات نفسها مثلا هنا عدسة 50 مليم يعني شنو حتطيك تأثير بالتصوير وعدسة 18 مليم حتطيك تأثير من ناحية المنظور نفسه عدسة العدسة العتيادية حسنا خليت يعني خليت 18 الفوكل لينث يعني ونشوفه وغاية باللقطة تطلع لك ويجيت عدلت عليها زين حسنا شون هنسوي للقطة يعني شون نختارها مثل المصاورين يعني مثل اللقطات اللي شفتها والموقع مع تصوير قلتلكم عليها أول شي نحن نجي نعدل على تلت شفت نطيق أوتوماتيك حتى الحواف الصور عندنا كلها عدلة ما تصر عندنا يعني يعني هارفت شي اوبشن المشاط السوي بس بالانتيريور لازم السوي النوت عندك حواف عدلة بالكستيرير ماكو داعي يعني بس أنا حسوي هسا حتطيق الحواف عدلة ثاني شي عندنا سكرة بتصغير نقدر نستخدمه ستجد همات بالملفات اللي ستجدها بالفيديو ساعدنا نجد نحتاجها رول أوف ثرد طبعاً هناك الكثير ستندارات للتصوير بس رول أوف ثرد هي أكثر شي مشهور وشاعر بالتصوير الفوترافي فكرة ما تنى وانت تجد الشي المهم التي تتركز عليه بثلث من الصورة والثلثين الباقية هيبين عندك الانفيرومنت مع المشروع يعني مثلاً ما تخلي مشروعك بالنص وصير ثلاث مننا ثلاث مننا لا تخلي بواحد من الأثلاث والبقية هتبين عندك الانفيرومنت حتى تشوف المشروع وهي البيئة اللي دائمة دائرة فخلقتها الثاني استعملت السكريبت وأعدل على مكان الكاميرا من السايت فيو نغير نحرك مكانها طبعاً المهمات من التعلي وتنصي حتى تصير عندك على القاعدة ما الـ rule of third نرجع نكمل على المودلينج طبعاً تباع على اللقطة وتشتغل على المودلينج بالنسبة للجزء اللي باين عندك بالكاميرا فتشتغل عليه أكثر تفاصيل مودلينج كلها تبينه الكتل اللي صايرة بعيدة عن الكاميرا ومن بينها باللقطة فما كدها تتعب عليها يعني تدعب ضيع وقتك عليها وجهود بعدين هي ما راح تبينة أصلاً باللقطة لا أشتغل بس على كتل موجود عندك باللقطة زين أنا بعد ما سويت السر أشكال أساسية مع الكتل جيت أعدل عليها طبعاً استفاد من الأفكار اللي شفناها بالصور يعني صار عندنا مثلاً حركات جمعت عندنا ببانة حركات وأفكار فتيجي تغيير تطبقها بالـ 3D تشوفها مثلاً تطلع حلوة ما تطلع حلوة ترهمو المشروع تتشتغل عليها لولا أنصح أنه تخلي كل ما تشتغل على كتلة تسوي لها Edit Polo جديد حتى إذا غلطت بها تمسح Edit Polo وترجع تعدلها لها من جديد يعني ما تشتغل على Edit Polo واحدة وبعدين إذا غلطت فترجعت عدة شكل من جديد لا تسوي على شكل لائرات Edit Polo كأنه على شكل لائرات ترجعت غير عليهم الزين مثلاً يعني مدى أستخدم فلتش جديد هي مجرد Edit Polo وأدى أغير عليها أعدل عليها وأضيفه وأحذف حسب الأشياء اللي أريدها والأدوات نفسها بالنسبة لل Environment الباقي يعني خنقول السطح شنو اللي ضفنا وراء Edit Polo ضفت Turbo Smooth وأنا مدى شوية نزيد بعدين اختفت Edit Polo هنا أريد أشرح عليها Free Form اللي هي هاي البرش نساوي بها نغير بشي نتخربط بال Vertex تصاعدة أو نزلة فنختار Free Form بعدين نوح على البرش مع الPush & Pull اختارتها وجيت عدلت على البلاين اللي عندي بدون ما هو صاعد عدل أجي أنا أصعد وأنزل بال Vertex حسب المكانات اللي أريدها حتى تضطي هذا الطابع ما لأنه أن يعدي environment يعني صاعد ونازل ما صاعد خط عدلة فمثلا فمثلا الجزء اللي صاعد جوة الكتلة سورة Push حتى يصعد عندي يسد الفراغات اللي صاعدة جوة كتلة وهمات حتى يبين مو معتدل يعني صاعد ونازل وحتى بعدين من ننجي نخيل علي الثيل والغلاس حيبين نعدي بصورة واضحة أكثر مثلا مكانات السورة طبعا تدوس Alt حتى تغير بين Push وال Pull فأنت بعد تشتر عليه تسوي Push & Pull وزيانا بعد ما خلصت آني ضفت Noise modifier على موقع بعد المكانات البعيدة أنطيع كلها ما ظل آني على كل المشروع سوي Push & Pull بس مجرد المكان اللي تجول كتلة سويته والبقية ضفت Noise بعد ضفت Modifier Symmetry حتى أنا بعد أسوي تبع عن باللقطة حتى يبين عدي السد الفراغ الباقي عن ميضا Infinity كأنه مجرى النهر دا يتغير فلسمت لي وحركت به وبعدين اضعت Plane على مستوى 00 حتى يبين عدي المستوى مع الماء الذي يصير عندي أوكي زين بعدها نظل يتعدل على الكتل تباع على اللقطة وتعدل على الكتل اللي أنت تريدها وتشوف شون الذي يصير عندك باللقطة شون دا تطلع الكتل عندك باللقطة وضيف التفاصيل على هالأساس هنا مثلا أنا ضفت column ضفت بالبداية عدل بعدين أجي أعدل عليه يعني حتى أنطي حرك يعني هو عدل ما راح يرهم كل شوية المشروع فراح أسوي أغيره أنطي هاي الحركات اللي شفناه بالصور بمعن أمثل المشابه يعني بعد تجي أنت تجرب بعد شوف شنو سيطلع عندك حلو شنو اللي يفيد مشروعك أكثر همات تتعدل عليه مجرد box و edit poly بدأ أضيف connect و segment والتفاصيل و أغير بالvertex حتى أعدل على الشكل باوع على اللقطة و أعدل على الشكل ونشوف أهم شيء وباللقطة شون سيطلع عندي خلص يعني التفاصيل البقية همات مثلا الزجاج شنو هنغير به هنضيف له تقسيمات ضفت ل edit poly سويت لي detach من السطح يعني من الشكل الأساسي و بعدين صار عنصر واحدة و بعدين ضفت ل edit poly و ضفت لها تقسيمات مع الزجاج و مجرد polygons تختارها وتطيع inset و بعدين تطيع extrude حتى تمين عندي الزجاج و بعدين تقدر تسويها detach حتى تفصلها وتحط لها material 1 أوكي أوكي بعد ما كملنا المودلينج أه بدأ نتقل بمصور الأساسي نجي سنحكي على الأضاءة طبعا الأضاءة من أهم شيء بالخطوات مع الرندر حتى تأثرنا كل شيء على environment و على الجو العامة المشروع ما نخليها بمجرد نروح على lights نختار Vray lights نفعل mode تاب ما تنسوي DOM و نخلي Vray DOM بالمشهد مثلا زي بعدها ما نحتاج السم نروح على modify نختارها نروح على modify نفتح material editor على صفحة نروح على textures نختار Vray و Vray HDRI و نروح على HDRI نختارها طبعا أنا هختاره من ال catalogue اللي أنا انشرته بال group قبل فترة تشوف بعدين تبلي preview تشوف شنو environment اللي تريده يعني مشمس أو جو غائم أو غير هالأشياء بعدين تختاره وتسوي instance لـ material editor حتى تقدر تعدل عليه بعد ما نضيفه لل light تسوي instance لـ material editor زين بالنسبة لل setting هنسوي شيء أساسي بس حتى تبدأ عندنا render رح أختار Vray GPU هالمرة ليش مو Vray next يعني كنا نستخدم Vray next بس حبيت أجرب ال Vray GPU حتى أراويكم شو الفرق بين الإعدادات المالتين نفس الشيء بس مجرد بس بالبداية هنختار render نحاوله على ال GPU بالنسبة لل outward size الأعتياد هو نختار HDTV اللي هو resolution مع الشاشة اللي عندنا أنا هختار هنا resolution مع الكاميرا نفسها اللي هو 35 مثل الصور تأخذها بالكاميرا نفس النسبة مالتها زين بالنسبة لبقية setting بعدها نحن نيجع عليهم بس مجرد اختارت Vray GP واختارت output size زين نرجع على light نختار Adaptive Dome Light نفعل الخيار هذا بين Vray Next صار عندنا حيسرع عندنا بالرندرة ويضعنا quality عليه وراح نروح على Frame Buffer نفعل ال Interactive Render حتى أثناء ما نشتور رحنا نعدل على الإضاءة نشوف الرندرة شون دا تطلع عندنا شكلها يعني زين فعلناها وبدأ عندنا الرندرة هسا بس شنو عندنا المشيئ دا صير انه انا من اغير ال View Portal دا عدل على السايت فالرندرة راح تتغيروا وياها تقوموا ترندر وفيو دا ما هي مقفولة على الكاميرا شون نقفلها نفتح ال Under Setup ونضطل Vray Camera نقفلها View to render نضطل ونفعل علامة القفل على الكاميرا بهاي الحالة من تغير ال View Ports احضران مقفولة على الكاميرا نفسها يعني ما راح ترندر عندنا سايت أو غير شيء نرجع على الكاميرا نختارها ونرى ما يؤثر عندنا بالاضاءة عندنا أول شيء ISO ISO F Number والShutter Speed نذني غيران عندنا بالاضاءة خلنا نتفق ISO نثبته 100 دائما F Number Default هو 8 الثمانية 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 ونحن نشوفه ما راح نغير عليه نحن نجي بعدين نتلاعب طبعا كل ما هو أقل F Number هو F Number فتحة العدسة كل ما أقل الرقم يعني معناته فتحة العدسة أكبر معناته الأضاءة ستدخل عندنا أكثر نحن نخلي الثمانية ونجي بعدين نغير عليه نرجع للHDR اللي جيبناها نشوفها بال View Port بالMaterial Editor تصير عندنا كل شيء قوي ننقل القيمة مع Overall Multi ستقل عندنا القيمة مع الأضاءة ولكن من نفس الوقت صار عندنا واضحة بالMaterial Editor مثلا هسا أرجع على الكاميرا غير F Number بدان ما ثمانية قليل أثنين في شاح يصير عندنا الأضاءة ستزيد فهسا صارت عندنا رندرة بصورة تيادية طبعا تظهر التوازن بين F Number والقيمة مع HDR اللي جيبنا نتعدلها من Overall Multi وأيضا عندك القيمة مع Inverse Gamma بالHDRI ستزيدك الContrast مع الHDRI نفسه فيصير عندك التباين بين الظل والضوء أقوى يعني يبين عندك بصورة أوضحة أوكي بالنسبة للأشجارة نفسها الRotation التي تفرها من تروح على Horizontal Rotation ويتغير بالقيمة ماتة سوف يفترع عندك الHDRI يعني ليس تفرد دوم نفسه لا تغير من المتيرة النفسة من Horizontal Rotation طبعا انت ترى بالInteractive Render ترى تأثير الإضاءة كيف يساعدك على الكتلة من خلالها اختار الزاوية مع الإضاءة التي تريدها أحسن تفيد اللقطة التي تريدها أكثر تريدها يعني زاوية الظل والضوء ومين تريدها هنا أنا هختارها من هذه الزاوية حتى أخلي إضاءة ما تبكت له تبين عدي يعني فتبين عدي اللقطة كأنه على مغربية يعني أوكي ممكن أنت تختار غير HDRI وتشوف شنو التأثير تضطيقيا بعد صارت الساعة أسأل أنت مضبط الإعدادات مع HDRI مجرد أنت تجيبها وتغير الـ HDRI وتعدل عليه طبعا هنا مثلا جبت هذه الـ HDRI وهي أصلا كونتاست ماتها عالي فأحا أغير القيمة مع الـ Invert Gamma أقللها ممكن أن أختار غير HDRI أجرب بها واضح أنت أجرب بعض بالـ HDRI لحد ما تتوصل لشيء المناسب اللي أنت تشوفه شيء زين اللي أنت تريده أوكي زين شنو بعد عدنا هسا نيجي نسا نحتي على الماتيريرز نخلي هسا متيرير عادية فيراي متيرير نخليها يعني القراءة الرصاصية ونضطيها apply للسين كله حتى نشوفها برندرة وبعد هين رح نبدي أول شيء نحلل عندك شنو الشيء اللي تتبدي به زين هسا رح نبدي بالـ الماتيرير مع الماء شون نشتغله حنضيف فيراي متيرير وغير الديفيوز اللون ما تعطيه أسود والرفلكت رح نطيه قيمة كلها أبيض كامل والرفراكت هم أعطيه قيمة كاملة واش رح نسوي رح نطيه أساين للبلين مع الماء زين لنشوف هسا برندرة يصير عندنا عاكس وشفاف بس نحتاج نضيف لفوق حتى يصير عندنا اللون يطينا اللون مع الماء اللي يريد مجرد تختار القيمة مع اللون اللي تريد أنت اللون الماء تبتدي أزرق على خضار على الجوزي حتى أختار هنا على جوزي شوية أنا أقول أنه هو نهر وأتحكم بالشفافية مع الماء من القيمة مع الفوق ملتي بلاير كل ما تقللها كل ما يصير عندك الشفافية أكثر كل ما زيدة يصير عندك الماء اللونها أكبر نحتاج نضيف نحتاج نضيف حتى نطيه التأثير مع الماء مع الماء مجرد تختار بومب بعدين تختار نويز ماب بالإعتيادية مع الماء ونضغير قيمتها تختار على فراكتر وخص بالنسبة عندك السائز ماتة هم ما تضغيره الشدة مع البومب نوح على الخصائص مع المتير نفسها ومن الماء نغيرها بالنسبة 100 تقللها مثلا بالنسبة للسائز من الماء نفسه مع كل ما تقلل الرقم ماتة 20 سنخليه يشوفوا التأثير ماتة 40 مثلا امكننا نثبتها على 40 أحسن يعني هذا السائز مع الماء يجب أن نشتغل عليه مثلا ما نحتاج بعد نحتاج بلين ثاني يجول بلين ماء الماء حتى يبين التأثير ماء الأرضية يعني الماء القعر مع النهر أو المسطح الماعدة نشتغل عليه يعني whatever ما راح أخليه أختار وأختار فورست باك أخلي بي وأختار جوة يعني جوة الماء وأخلي من اللايباري مع الفورست باك من غيرها نخلي حاصل زين فنروح على اللايباري بعدين نختار الحاصل الارج ليس الديتيلز اذا كلش عندنا شيء نحتاج الديتيلز بس اللايباري من عندنا مساحات شبيرة نغطيها فنختار طبعا هو هسا دا ياخذ على الكاميرا بس يرندر بس الموجود على الكاميرا يعني هو من تخلي الفورست حيقول لك تيدة بس على الكاميرا فهي حياخذ بس على الكاميرا انه الفورست يرندر بس على الكاميرا زين هسا دا نشوفه بالرندر بينت عندنا الأرضية والماء طبعا انت شفافية الماء تتحكم بيا من الفور كلا نجي الساعة على بقية المتياز أو بقية المودرينج نبدو نشترك بها واحد واحد بالنسبة ل الفورست الآن نشوف عندنا صار ثقيل لان عندنا الفورست الجديد ونضيف هذا يصير عندنا ثقل فانت كلما نضيف فورست سننسوي له تخفيه من الرندر سوف تخفيه بعدين نروح على setting مع الرندر وتفعل الخيار مع رندر هيدو جومتري حتي بين عندك بين الرندر اوكي خلن نحتي شوية عن الآخر عدنا الآخر الشبابيك اللي عندنا بالكتلة نريد نسوي اضاءة اكو طريقتين طريقة الاولى انه تحول الميش الى مصدر اضاءة تختار V-Ray Light بعدين تختار Type Matte الى Mesh وتختار الميش مع شباك حتى يساعدنا هو مصدر اضاءة تجي تعدل عليه من الملتيبلاير اللي هي شدة الاضاءة او من الكلر اللي هي لون الاضاءة تخلي اما Color أو Temperature وتغير بالتمبرتشر طبعا القيمة الاعلى اقل من 1500 هي Warm Color وأعلى من 1500 هي Cold Color يعني قريبة على الزرق زين هنا مجرد بدأ اساوي تعديلات عليها ودأ اشوف شنو اللي يطلع حلو ولي طبعا حيساعدك به الشي حينضافه يعني ويا ال V-Ray Light لستر فيحيصير حالة حالة الاضاءة تعدل عليها وتغير عليها زين هاي 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 الطريقة هي تشبه V-Ray Light material إنه الشكل النفس يصير عندك مصدر اضاءة زين الاضاءة فتسوي material V-Ray material اعتيادية ونضطيها اللون مال يعني نفس المتير المي نفس الخطوات بس ما هنخلي بها نويز همات يعني diffuse اللون مال تتخلي على اسود و reflect كلها تطيقية معالية reflect تطيقية معالية وتسوي لها assign للشباك للميش مع الشباك ونتشوفها بال interactive render شاحن سوي هسا هنخلي اضاءات داخل الكتلة نفسها يعني Sphere Light تخلي بداخل الكتلة وتوزع حين من خلالها طبعا لان إحنا حطانا متير مال شباك هو شفاف فرح تشوف انت الاضاءة الداخلية هاي تأكثرت فيه إذا عندك أثاثة بداخل الكتلة وتفاصيل داخل الكتلة تبين عندك كلها أحسن يعني بسرعة راقعية أكثر تبين عندك زين بالنسبة لل الكتلة الثانية مثلا جربت أضيف V-Ray Light قلنا نفس السلوب الأول انه انت تخليه مجرد V-Ray Light ما بي بس انه اللون شدة ماتة واللون ماتت تتحكم بي هاي هي بصورة عامة إضاءة يعني عندنا الـ HDR يخليناها وخلينا الإضاءات تضيف داخل الكتلة زين هسا نجي يعني ترندرها لأولية للكتلة مثل ما يشوفون هاي النتيجة اللي وصلنا على حاليا يعني هيا من ماتيري مو مجرد ماتير مو ماتير ديفولت وماتيري الإضاءات الأعتادية هسا نجي نشتغل أكثر على الماتيريار. الزين إحنا نعدي السلسة نسوي هاي مع الفيديوهات مع الماتيريار بالكونكريت والستيل وغيرهن نفس الخطوة طبعا المفتوط يعني الأفضل أنه تشوفون الفيديوهات دي حتى تتدون شارح أكثر تاخذن فكرة عامة أكثر عن الموضوع الماتيرز البسيطة يعني بالبداية عندنا ما الانفيرومنت هخلي في راي متيره و هخلي بس بالديفيوز الماتيره مع الارضية يعني مع الترابطين بدون بوم بدونها اشياء و بعيدة عن الكاميرا و ما احتاجها حاليا يعني زين طبعا هتلقون كل التكستيرز والماتيرز همات بالبروجيكت فايل هتلقوها بوصف الفيديو زين طبعا اي متيرز تسوه تخلو السو الأسان للشكل اللي تدو تدوه يو في دابليو مار تعدلون على السكيل الماتير تضبطوه و مبدأين ايها الفكرة من الماتيرز انه همشي تضبطون السكيل الماتير بحيث يطلع يعني واقع مو السكيل الماتير اكبر من الانسان او اكبر من الكتلة هسا انا ما حصل لك الانفيرومنت الباقي دار ما داره كلنا انطي متيره مع الارضية همات البلين اللي خليناها جو المي هماتها هنطي المتيره نفسها مع الارضية مال تراب زين الماتيره مع الكتلة رح اختارها رح اخلي نحن هم نشتغلي بفيديو من الفيديوهات اول فيديو عن الماتيرز كان هو عن الكنكاريت طبعا بدأت تدوه بصورة واقعية اكثر تشوفها تسوي شوف الفيديو السابق مال الكنكاريت على المدهائي ما رح اشرح هواية يعني بالماتيرز ما رحش هواية حتى لي طوي الفيديو عليك اكثر همات نفس الخطوات خليه تاني وطيتها يو بي دابيو ما هنا اللي اريد اقوله يعني الكتلة خلي عليها الشامفر حتى الحوافر تبين عندك حادة تبين عندك يعني بها الشامفر انا احسن تطلع واقعي اكثر الضوء رح يجي على الحوافر مع الشامفر فتبين عندك بازل اكثر زين اهنا بقى اجرب مكتبات من الماتيرز طبعا المكتبات اللي انصح بها هي من البوليغون بوليغون عندهم مجموعة واسعة واني اشرحت عن البوليغون بالفيديو اللي قلنا احسن مواقع معمارية اللي احسن متاظر اللي هي احتيت بيه على السي جي تيكسر و احتيت بيه على بوليغون فمثل ما يشوفون بالموقع مكتبك كامل انت تختار الماتير اللي تريدها تعجبك وتسوي لها الداونلون وتستعمل اوكي فاني خليت كم متيرة هنا جربتها مثلا عندنا الكتلة الاولى خليناه خليناه تخشب الرصيف هما تخليناه هو عندنا الرصيف الثاني اللي وبارس صغير بنص الماء خليت لهذا تخشب الخشن يعني وهاي مبدعين يذني الماتيرز اللي اليوم نسويها متير برسيطة يعني ثلاث متير اربع متيراز وتجرب عنها طبعا كلما يعني عندك تفاصيل اكثر اضيف متيرز اكثر يعني تطلعوا واقعي اكثر اللقطة بس مبدعيا ستستخدم بس متيرات اثنين للكتلة يعني كونكريتوية خشب وطبعا تستخدم من الصور اللي احنا شفناها بالمأثير مشابه تبقى للنفايرومنت شون ستسويها رح اختار فورست باك نحن نخلي على نخلي على الانفايرومنت الكتلة القريبة من الكاميرا نحن نخلي لها فورست البعيدة مجرد نخلي متير مجرد مجرد وهمات قلني كلما تخلي فورست نطيه هايت حتى ليسعدك ثقيل بالفيديو بوث الفورست هما تشارحين عنا في فيديو سابق اذا تريد تفاصيل اكثر عن الفورست وشون ستستخدمه شوفوا الفيديو القديمة تشوفوا هما تبقى علامة الآية تطلع في الفيديو او بصف الفيديو سأخلي لكم رابط مع الفورست الباقي بس ما بدأين انت بعد تبدي تشتول تخلي ثيل اول طبقة وبعدين تجي تخلي الاشجار وبعدين تخلي التفاصيل الباقية اه الافضل انه تقسم اذا عندك اوبجكت شبير مساحة شبيرة تقسم على الزار وتخلي كل جزء تخلي بيه فورست احسن مما تخلي مرة واحدة حتى هما تأسهد بناحية التنظيم هما تهوي الفورست مرات ما يطلع عندك ترندر ما راح تلقى الفورست الموجود لان المساحة المخلية عندك شبيرة وبعدها بعد ما خلصنا الثير راح نجي نخلي التفاصيل الموديلز مع الاشجار الموديلز الشون يجيبها مجرد اي كاتالوج عندك انت شوفوا الصور مع الكاتالوج تختار الموديل تسحبها وتسوي الاميرج بالفيو بوت اهم شي تتأكد انه الموديل ده تجيبه كتلة واحدة صارة فانت اول ما تجيبه تدوس وتسوي الاسولات بعدها تختارها وتسوي الاتاتش الكل من edit poly تسوي الاتاتش الكل الابجكت بعدها الهائر تغيره من هائر تطيق افكت بفتبوينت وهو center to object فصار عندك الابجكت مربط تروح بعدين على الموف وتصفر الهائر مال الماكس. هاي اهم شي كل الموديلات لازم نصير بهالشكل انه اي قطعة واحدة والسنتر مالتها صعير وين على الصفر صفر. خاصة الاشجار اللي يحصل عندك الفورست باك راح ياخر من السنتر يبدي يسوي لسكثر. الابجكتات اللي يجبتها مثلا لسا هادنا البلم الزوراق القارب شو سموه. خليتها واحد يوزع بي وتعدى كمات اي اوبجكت تخيده نفس الطريق يعني. وزع الابجكتات عندك بالمشروع. وهنا حاليا ما اقبل شي اشرا عنه مجرد يعني دا اوزع حين اوي ان بالنسبة للفورست هسا نحن ني certier três arzus. خليتها نختار l forest ونجعل الحرقة البعيدة قلينا نصير كل الاشجارين. ض trend link في خلاص اي madale الذي يضيف معكم في ال費ما اوض confirmation على عدد الموديل اللي تج 500 موديلات اه . خمسة تقريبا هنا اكنا او اثنية فراح نسوي خمسة ونحن نختار عليهم. كل واحد تختاره وتسوي لك Custom Object وتسلكه يعني. كل موديل تسلكه وضيفه. Custom Object وتختار عليه. كليك. ما حيأخذ الفورست بك. طبعا هو إذا يسوي لكيان Automatic Proxies يعني على شكل بروكسي يعني فحسن خفيفات في V-Port. بعدها نحن نروح على Distribution. توزيع ماراته هغيره. طبعا هو صار Dance. يعني حق القيمة مع Yunus هباعدة أكثر. ما كده عصرين كليش متراصفات لأصفات البعدات. بعدين نروح على Transformation. ونغير بال Scale مالة. Scale سنقوم بـ 100 و Max. بس على مد تبين عندنا أكثر باللقطة. سنقوم بعملها. حسنا. المودلز حسنا مع الأشجار. همات راح نقدر نجي نضيفها على اللقطة نفسها. ما كده عادي تطالب بعيدة. استخدمها. وهذا أثناء همات راح تكون موجودة بال Forest Park. حسنا. هسنا نجي نحتي عليه. توزيع الأشجار على بقية المناطق. الأقرب الكاميرا. حسنا وزعنا بعيدة نسوي أقرب. نفس ال Forest اللي سونا سأقوم بـ Copy. بس بدل ما احنا ما أخطيه على Surface القديم. نفتح Tab مع Surface. القديم المسحن سأقوم بـ Remove. ونضيف بالعلامة مع الآد. نضيف السطوح الجديدة. السطوح الجديدة اللي احنا نريد نضيف عليه. القيمة مع Distribution نحن نغيرها بدل ما هي Dense. سنقوم بـ Separate. والسكيل ما الثنين راح نسوي من 80 إلى 150. ستتنوع السكيل عندنا من 80 إلى 150. الزين اللقطة نفسها بعد نشوفها شنو اللي يحتاجها. بعد أنت كأننا نسوي التحليل لللقطة. فتباوع مثلاً يسوي بالSnipping Tool. يعني Pen Screen لللقطة. بعدين أجي أباوع عليها أشوف شنو اللي تحتاج يعني مثلاً. تحتاج أشجار مثلاً. مثلاً هنا تحتاج فد Object هنا. يعني لأن كتلة صارة بجهة. فهنا احتاج Object بالجهة الثانية قابلها مثلاً. مثلاً Figure على بلم أو شي شي. الأضاءة مثلاً تسوي لتحليل. شنو اللي تحتاج لطيف عناصر أنت بعد. وبعدين تشوف شنو اللي تسوي. كأنه يعني ببالك سوي قائمة بالModels اللي أنت تحتاجه. أحجار أشجار مثلاً فقارات وهالأشياء. هاي المرحلة مفيدة عندك حتى تعرف شنو اللي تختارها كمودلز. سأعني بعد ما سوى التحليل للصورة. جبت مودلز وضفتهم وين كلهم بالمكانات. مودلز نفس الفكرة من المكتبات أنت تختارها. تسوي لمرج باقان دروب وضيفة. هنا مثلاً مستخدم الكوليكشن مع الإبرموشن مع النباتات الصغيرة. اللي هو 183. اختارت مننا خمس موديلات. خليتها عمودة سوي لها سكتر بالفورست باك. همات الصخور نفس الفكرة. همات عمودة سوي لها سكتر بالفورست باك. سنختارها من الكريايت فورست باك. ونسلك على السطح القريب أول واحد. ونضيف خمس أوبجكتات بالتاب مال جيومتري. حتى نضيف الموديلات اللي جيبنا هنال الخمس. بالبداية هنضيف الصخور. طبعاً ننوح على التاب مال السيرفيس ثاني. تنظيف السيرفيسات الثانية. وننوح على التانسفورميشن. تانسفورم ونغير نفعل السكير. ونغير نسوي الميليمم ثمانين أو ميين. الماكسيمم ميتين. بالنسبة للدستربيوشن همات سنغير به. طبعاً تريد أن ترى من خلال البيو بورد. البيو يعني مع الدنسيتي. يجب أن يصبح عندك إضافات. سنضيف فورست باك ثاني. هذا الأول شيء كان مال السيرفور. الثاني سنضيفه مع الأشجار اللي نريدهن. نفس الحالة من التاب مع الجيومتري. سنضيف الموديلز اللي نريدها. كاستم أوبجكت. مثلاً هنا عنده شوف أول أكو أبجكت جايبة. أبجكتات البقية مضبوضة بس أكو أبجكت جايبة آني. الصائر عدي. مو كتلة واحدة مو مدر واحد. فراح أختاره. دوس Alt Q. وأغير الأبجكت. كنا ننسى الاتتاش بالإديت بولي كله. سنترته أبجكت. بعدين الموف نحطه بالسنتر. على الصفر صفر. وخلص الثاني صار عدنين. يعني كقطعة واحدة والسنتر مضبوض. فأقدر أضيفه بالفورست باك. الآن أجي على الجيوماتيري وأضيفه واحدة واحدة. نضطي هنا. وها هي مبدئين. خلص بعدين نجي نتحكم بالطبع أن تتحكم بالترانسفورميشن. بالسكيل ماتر. بالدستربيوشن ماب. نفس الأسلوب والسلوب بكل الفورست اللي استعملناه. ما تحتاج نضيف لسطوح المساحات الكليش بعيدة عن الكاميرا. يعني كل ما تخفف الفايل أكثر كل ما أحسنين. بعيد ما راح يبين عندك. فتقدر يعني نضيف لأما ماتيرير كافي إليه. أو التأثيرات من الأضاءة فوق وغيرها. نحن نجح عليها بعدين. نشوف شون تقدر المساحات البعيدة. ما تبين عندك باللقة. الزين. 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 الزين كل ما تسويه. تتوح من القائمة مع الليست. مع المودلز. وتسوي له هاي التخفية من القائمة. أو تسلكه بالفيوبوت. نسوي له التخفية. الزين. الزين. نجح على الفقرات. ما نضيف النوح على الزين. ونختار المساحات اللي نريد نضيف بها الفقرات. ونخليه. طبعا تقدر تتحكم بالدنسيتي اللي أنت تريده. تريده سنجل أو غروب. يعني هاي التفاصيل البسيطة. مجرد ترسم مساحات وتخلي بها الفقرات الثلاثية. طبعا هاي الفقرات مالماكسية. أني ميتد يعني. وتقدر يعني. تعليه. تنصيد غير الماتيرز ماتها. بها هواية أوبشينات. وتفاصيل سهلة. وسريع يعني. ميزتها أنه أنت بسرعة تقدر تسويه. أحسن ما تجيب مودلز. وسوي لسكاتر الفورست باك وغيرها. هاي الزين. تقريبا كل التفاصيل اللي خاصة بالمودل. يعني. طفنا. الفكرة هي أنه تجيب مودلز. وبعدها تتملي السينماتك كله بالمودلز اللي انت جيبتها. وهي الفقرات. بناء على الصور اللي سوى تلاتة أحليف. حسن. هاي الصور النتيجة اللي وصلنا لها بعد الرندل. تشوفون تفاصيل كلها عدنا مبينة يعني. الماتيرز همات مبينة الماء. المودلز اللي رفناها همات واضحة. حسن نجي شوية نطيع بوست بروسسنج على. بوست بروسسنج على اللقطة. من الفرين بوفر نفسي. ما كده نوديه الفوتوشوب. بس إذا تد شيء احتراكي طبعا نودي الفوتوشوب. وحن نسوي فيديو خاص بس البوست بروسسنج بالفوتوشوب. بس إسنا نطلب شيء أساسي. تفعل احنا عدنا الاداة اللي تبين ان الحرق بالصورة الثاني واحدة. اسمها فوس كولور كلامبينج. وتجي بعد على الاكسبوجر تعلي وتنصي. الوايت بارانس تعلي اللي هو يتحكم لي بالقيمة ما الألوان على زرق أو على حمار. بالصورة. نغيرها. عندك الهايلايت بير بالاكسبوجر اللي يتحكم لك بالقيمة ما الإضاءة. طبعا انت. تضبط هن على أساس التحليل ما الكلامبكتور. اللي يتبين لك انه عندك المناطق ما حرقة وين صار عندك. فتبدي تعادل عليه. يعني ما كفت شيء محدد بالبوست بروسسنج. تعتمد على اللغة وانت. يعني شون تشوف الألوان البصورة. شون تدي المودي اللي انت تريده بي. هنا يعني مثلا بالكولر البالنس دع أغير القيمة ما الألوان ما الشادوز على زرق. والألوان ما الهايلايت تريد أطيها على صفارة حمار. حتى سعدي هذا الكونتراست بالأنوان بين الزرق والحمار يعني. الألوان الباردة والألوان الحارة. حسنا. حسنا. سنجد. الأكسبوجر رح نتجع شوية نضطي. نعلي القيمة عن الأكسبوجر. حتى تدرينا ذلك أكثر. لشوفون شون التأثيرات مع. مع البوست بروسسنج. تأثر هواي على الصورة نفسها من ناحية الألوان والأضاء يعني. خاصة الأضاء يعني. هذا السهل. ماكو داع ترجع للأضاء وتعليها. لأمن البوست بروسسنج. رح أضيف كارفا مات. وعن شوية نسوي. ونضيف فرق بالكونتراست بيناتهم. وخلص مبلعين هاي. الشيء الثاني اللي ممكن نضيفه احنا. اللي هو Lens Effect. التأثير مع الغلور. شون هنضيفه. نجعل الآيكون مع الغلور. نفعله. رح شاح يسوي عندنا المناطق الأضاءة. أو منطقة الشمس. حيطيها هذا الوهج مع الشمس. مع الأضاءة. مين تتحكم بي. تتحكم من ترشهولد. كل ما أعلي. كل ما هيأخذ لك منطقة صغيرة من البيض. كل ما أقل. كل ما هيأخذ لك مساحة البيضة أكثر. يعني. مساحة الأضاءة أكثر. الشدة ماتة تتحكم من الانترسيتي. همات. كل ما على القيمة. كل ما عندك الشدة مع التأثير. حيص الأخر. عندك تعثير مع السايز. مع البلوم. بعد أنت تتحكم بي. حسب الصورة. طبعا. حسب الصورة اللي عندك المناطق المضيبية. وحسب أنت شون تشدة مع التأثير. بس كالستنجية سهلة. ما بيأفل شيء معاقد يعني. مجرد أنت بعد. تشوف شون الشيء اللي يناسب لك. مثلا. يعني ذات على الانترسيتي كلش عالية. لو شوفون الشيء اللي عندنا التأثير. كلش قوي. حاليا. هخلي الانترسيتي رقم واحد. على شدة واحد. وخلي التأثير يعني. شيء بسيط. مو قوي يعني. مو أوبر. أوكي. زين. بعد شنو عندنا اللي هنقدر نغير بي. هنجلسة على الستنج. نحن نطي شيء نهاي. فاروح على الوزولوشن. نحن نطي على شيء. أربعة آلاف وتتال ثلاث. تم ماكو داعي تنطي على شيء. انت تشوف شون اللي ناسبك يعني. بالنسبة للباكيت للسامبلر. هنغيرها من البروغرسيف لباكيت. و هنضيف الديفايسيز. اللي اعدي اللي هندي. اللي هندي. اللي هندي. كله. بالنسبة للتيكتشيرز. رح هنغير المود ماتة من فول سايز. لسوي. اون ديماند. حتى السرعة. شوية. مو سرعة. انه الرام يأخذ اقل. رامي جي بي. و يأخذ عدي اقل. ادنى. نسبة للقواليتي. كل ما. النوز لميت كل ما اقل. هو الديفولت ماتة واحد بالمية. كل ما اقل. كل ما القواليتي تطلع على. بس رح يأخذ عندك وقت اطول بالرندر. طبعا انت تقدر تربط انه حد ما يوصل. للنوز دفول. او تقدر تربطها على حسب وقت. مثلا. خلال ساعة تتريث. تكمل رندر. فتسوي 60 دقيقة و خلاص. رح اضيف همات رندر ألمنت. الرندر ألمنت هي تساعدك بعدين بمحات البوستفردكشين. من تريد انت تضيف. بس اهم شي اضيف دي نويزر. حتى عندك قيمة مثلا قليلة للنوز ليمت. بوينت وينت 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 وينت. فبن دي نويزر احيوخر عندك كل الغواش او النمش بالصورة. يعني النوز كله يروح من الصورة من خلال دي نويزر. فهذا اهم شي اضيفه بالرندر ألمنت. حتى يطيك التأثير النهايي. حاليا السر رح اضيفي رندر نهايي بعد. ونشوف الصورة بعد ما نكمل لها رندر. اوكي. ولهنا وصلنا للرندر النهايي. طبعا نقدر نعدل عليها بعد. بس حاليا الى هذا الفيديو كافي. لنصع كلش طوي. يعني اكيد السر صار فوق الساعة. وخلاص. وكدا. اوكي. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفاديتو. طبعا لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب. واذا عندكم اي سؤال او استفساد. قدون تنشروه بالمجموعة ما الفيسبوك. ستركونا رابط في وصف جديو. همات اذا عندكم اي اقتراحات للفيديو التي جاية. ياراتك تكونها بالتعليقات. حتى ننسيوا فيديوهات عليها. قمنا على الفيديو الجاي. نشوفكم بخير. قلو شروز. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.